عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي الجديد وبعد أن اكتمل تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في فصلهم طلب المعلم منهم أن يعرفوا بأنفسهم كي يعرف كل واحد زميلة ثم قال لهم ماذا يتمنى كل واحد منكم؟ مع بداية العام الدراسي قال أحمد أتمنى أن أكون من المتفوقين في مدرستي وأن أسعد والدي بتفوقي المعلم لتكون متفوقا بين زملائك لابد أن تقرأ الدرس في اليوم السابق لتتابع شرح المعلم بيسر وتوجه إليه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها وتراجع دروسك بشكل دائم عندها ستكون محط أنظار جملائك وإعجابهم ويسعد بذلك والداك قال عادل ضاحكا كنت أتمنى أن أنام اليوم فأنا ما زلت متعبا المعلم من المشكلات التي تواجه التلاميذ الاستيقاظ صباحا للذهاب إلى المدرسة حيث يتمنون أن يناموا مدة أطول وحل هذه المشكلة سهل للغاية وهو أن تنام مساء في وقت مبكر لتستيقظ لصلاة الفجر قبل موعد الدراسة بوقت كاف قال فواز أتمنى أن تسود روح المحبة بيني وبين زملائي لتصبح المدرسة عامرة بالحب والتعاون المعلم أحسنت يا فواز علينا أن نتجنب المشاحنات والخصام والخطأ على الآخرين لتسود المحبة بين الجميع يا أبنائي ما أجمل حسن الخلق واحترام الآخرين في المدرسة والشارع وفي كل مكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أفقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ترجمة نانسي قنقر